مرحباً وشكراً لاندمامكم إلي اليوم أنا اسميرولا وأعمل لصالح مقاطعة سان دياغو تلتزم مقاطعة سان دياغو بضمان التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا إننا ينؤمن أن كل الأشخاص المؤهلين لأخذ اللقاح يحق لهم الدخول لحجز مواعد هذا الفيديو هو وسيلة ليساعدكم للتسجيل والحصول على مواعد لتلقي اللقاح في إحدى مواقع التوزيع التابعة للمقاطعة يمكنكم الوصول للموقع الإلكتروني لحجز مواعد اللقاح في مقاطعة سان دياغو من خلال هاتفكم المتحرك أو جهاز الكمبيوتر يرجى ملاحظة أن ما ترونه في جهازكم يمكن أن يكون مختلف عن ما ترونه في هذا الفيديو وذلك بسبب التغييرات والتطورات التي تطرأ باستمرار على الموقع الإلكتروني قبل البدء هناك بعض النصائح التي أريد مراجعتها معكم أولاً أنصحكم بالمتابعة على أجهزتكم الخاصة أثناء مشاهدتكم هذا الفيديو ثانياً تذكروا أن تحضروا ورقة وقلم لأخذ ملاحظات من خلال هذا الفيديو التعليمي وأخيراً أرجى إيقاف الفيديو أو إرجاعه في أي وقت إذا أردتم متابعة الخطوات بشكل أبطأ فلنبدأ يمكنكم الاتصال بالرقم 211 إذا لم يكم لديكم جهاز كمبيوتر أو شخص قريب ليساعدكم وسوف يؤمنون لكم الاتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بكم أو سيقومون بحجز موعد لكم لطلق اللقاح في إحدى المواقع التي تزود اللقاح التابعة للمقاطعة إذا كنتم تملكون جهاز كمبيوتر أو هاتف متحرك أو لديكم شخص يمكنه مساعدتكم فإننا سنقوم الآن بشرح طريقة حجز الموعد أول خطوة هي الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للمقاطعة الخاص بلقاح فيروس كورونا الموقع واضح هنا وهو أيضا موجود في صندوق الوصف تحت هذا اليوتيوب فيديو أو يمكنكم الذهاب إلى المتصفح الإلكتروني وكتابة اسم الموقع ملاحظة لإكمال حجز الموعد ننصح باستخدام جوجل، سافاري، فايرفوكس أو أي متصفح إنترنت غير الإنترنت إكسبلورر ما إن فعلتم ذلك سيظهر لكم الموقع الخاص باللقاح بهذا الشكل سترون عدة احتمالات لحجز الموعد من خلال الموقع الإلكتروني للمقاطعة الخاص بلقاح فيروس كورونا في هذا الفيديو سنلقي نظرة عن كيفية حجز موعد لأول جرعة لقاح أولا عليكم الضغط هنا للمتابعة لرؤية المواقع التي تقدم اللقاح وحجز موعد وعندها ستحصلون على الموقع بهذا الشكل في بداية الصفحة ستجدون لمحة عن الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح في الوقت الراهن يمكنكم الضغط على أي فئة مؤهلة لمعرفة المزيد من المعلومات يمكنكم النزول إلى أسفل الصفحة في هذا الموقع هنا يمكنكم رؤية المواقع التي تقدم اللقاح بحسب المكان أو بحسب الأيام أولا سنشرح كيفية حجز الموعد اعتمادا على المكان اضغطوا هنا لرؤية المواقع بحسب المكان عند ذلك ستحصلون على هذه الصفحة أدخلوا عنوانكم، اسم مدينتكم أو الرمز البريدي لمنطقتكم لتبحثوا عن المواقع القريبة عليكم وعندها ستحصلون على هذه الصفحة هناك بعض الملاحظات التي عليكم معرفتها أثناء بحثكم في النتائج الظاهرة أولا تأكدوا ما إذا كان الموقع يوفر لكم اللقاح وأنتم في سيارتكم أو عليكم النزول من السيارة لتلقي اللقاح كل المواقع تحتاج إلى موعد ولكن هنا يمكنكم تحديد ما إذا كان عليكم النزول من السيارة لتلقي اللقاح أم لا ستجدون ساعات العمل الخاصة بالموقع ثم إذا تابعتم النزول في الصفحة يمكنكم رؤية مكان الموقع مع إن أنهيتم هذه المعلومات واخترتم الموقع يمكنكم الآن حجز الموعد اضغطوا هنا للحصول على التعليمات الخاصة بحجز الموعد في هذا المكان تحديدا يرجى ملاحظت أن صفحة الانترنت الظاهرة لكم ممكن أن تكون مختلفة وذلك اعتمادا على الموقع الذي قمتم باختياره لذلك ومن المفيد أن تراجعوا التعليمات الخاصة بحجز الموعد في المكان الذي اخترتموه ثم اضغطوا هنا لرؤية الموعد المتوفرة الآن سنريكم كيفية اختيار موقع اللقاح بحسب الأيام كيف تفعلون ذلك؟ من خلال الموقع الالكتروني للمقاطعة الخاص بتقديم اللقاح يمكنكم أن تجدوا المواقع مقسمة بحسب أيام العمل الخاصة بكل موقع للقيام بذلك عليكم الضغط هنا وعندها ستحصلون على صفحة بهذا الشكل وتماما كما هي التعليمات الخاصة بالبحث من خلال المكان ستجدون عنوان كل موقع على حدة ساعات العمل وأخيرا ما إذا كان المكان يوفر اللقاح من خلال المشي أو يمكنكم البقاء في السيارة لتلقي اللقاح عندما تختارون الموقع الذي يناسبكم اضغطوا على الموقع باللون الأزرق هنا إذا ضغطتم على موقع معين ستحصلون على نفس الصفحة السابقة التي تحتوي الخريطة لكنكم ستتجهون مباشرة إلى الموقع الذي اخترتموه من القائمة السابقة كما وضحنا سابقا هذا سيدلكم ما إذا كان الموقع يقدم اللقاح من خلال المشي أو السيارة مكان الموقع ساعات العمل ويمكنكم حجز موعد إذا كان متوفر تابعوا النزول أسفل الصفحة واضغطوا هنا لحجز الموعد وأيضا يمكنكم الضغط هنا لرؤية تعليمات الإضافية التي قد تكون مفيدة عند حجز الموعد هذه التعليمات مفيدة لأن كل موقع إلكتروني ستحصلون عليه بعد اختيار المكان ممكن أن يكون مختلف عن الآخر وأخيرا تذكروا هذه الأشياء أولا هناك مواعيد جديدة تضاف يوميا على الموقع الإلكتروني للمقاطعة لذلك عليكم النظر يوميا إلى المواعيد المتوفرة ثانيا اعلموا أنه لن يطلب منكم أبدا الدفع للحصول على اللقاح وأيضا التسجيل وأخذ اللقاح فيروس كورونا لن يؤثر على وضع الهجر الخاص بكم ثم وبعد أخذ الموعد تذكروا إحضار قلم معكم يوم الموعد بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت أهليتكم وذلك بحسب الإرشادات المحلية للصحة العامة رجعني ارتدوا الكمامة عندما تذهبون لطلق اللقاح واحرصوا على ترك المسافة الكافية بينكم وبين الآخرين وأخيرا ننصح بالذهاب إلى المرحاض قبل الذهاب إلى الموعد لأنه ومن المحتمل أن يكون هناك فترة انتظار بدون توفر مرحاض شكرا لاندمامكم إلي اليوم في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو ستجدون الرابط للموقع الإلكتروني لمقاطعة سان دييغو الخاص بلقاح فيروس كورونا والذي يتضمن المزيد من المعلومات حول اللقاح من هم الأشخاص المؤهلين حاليا لأخذ اللقاح؟ كيفية حجز مواعيد وكيفية الاتصال لطلب المساعدة من مقاطعة سان دييغو إذا كان لديكم أسئلة محددة حول هذا الإرشاد وروابط أخرى للدخول إلى فيديوهات تدريبية إضافية في يوتيوب وجدت هذه الفيديوهات للمضي قدما برؤية العيش الجيد في سان دييغو لمنطقات تبني صحة أفضل للعيش بسلام وازدهار شكرا لكم واستمروا بالعيش الجيد في سان دييغو ترجمة نانسي قنقر